ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وكملين حوارنا في نهارك سعيد والخير والشر هو صراع مستمر في الحياة مهما كانت درجاته دفتنا النهار ده جسدت الخير والشر بطريقة مختلفة تماما في فيلمها دفتنا المتميزة رحمة زاكي رحمة أهلا وسهلا بي صباح النور رحمة انت لكتب الفيلم وأخرجتيه ومثلتيه هيا الفيلم ايوة جالي جالي كفكرة معينة حسيت ان السراع دوت مستمر من زمان قوي وما فيش حد لما بيجسده بيجسده بالصفة قلت أفكر أعمل حاجة جديدة يعني حاجة مختلفة عن الموجود فابتديت أكتب فيه وحبيتها كمان تكون قصيرة يعني هو قصير جدا يعني 3 دقايق اه فده طبعا غريب يعني ازدائي خير وشر وحاجة مستمرة على مر العصور وانك تجسديها في 3 دقايق أو تنمي الموضوع كله في 3 دقايق فده طبعا شيء كان صعب برضو علي ان اكتب حاجة زي دي انا قريت كتير جدا في الموضوع لحد ما وصلت ان انا اكتبه بعد كده لما كتبته ان انت بقى تصوريه ازاي واجيبه منين وهيبقى الشكل عامل ازاي كل دي حاجات طبعا انا يعني تعبت وخدت وقت فيها كبير بس الحمد لله طلعت في نهاية شيء كويس يعني طب رحمة في البداية عايز اعرف انت خارجة ايه اا لا انا ما ليش دعوة بالفن الشالس في الكبولي انا بك اليوس اجوره اوكي بس خدت دراسات حرة كده يعني حاجات مستقلة في جهات مستقلة عن الفن اعداد اخراج تمثيل كده بقى اذن سي الفكرة جاتلك انك عايز اتجسدي الخير والشر او طيب في 3 دقايق دول هتوصلهم لنا ازاي الثلاث دقائق دول وصلت البداية بتاعتهم منين هما أساساً السراع اللي ما بينهم إن هما عايزين يبعدوا عن بعض دايماً اكتشفنا إن هما صفات في النهاية يعني مشي مع بعض عايز جداً مفيش أي مشاكل بينهم هما كصفة لكن المشاكل فيه نحنا كبني قدمين مش فيهم هما يعني الصفاتين موجودين بس البني قدمين هما بقى الاستخدام بتاعنا احنا مش ليهم هما احنا اللي بنستخدم ده بنستخدم ده لكن غير كده هي مجرد صفات فيه نتيجة في النهاية على فكرة وفيه حل كمان كل ده في ثلاث دقائق أوكي كل ده في ثلاث لأنا هم تشويقها بصراحة شفتها ده بقى الاستخدام بنا نشوف جزء من والفيلم اسمه إيه ساي مصالحة الخير والشر مصالحة الخير والشر هاي فتفتكري ممكن يبقى فيه تصالحة بين الخير والشر والله يا الله أعلم يعني تتبنيس على البني ادم فيه أمل تتبنيس على البني ادم تتبنيس على البني ادم صحيح تتشويق زي ما بيقوله أو هو اختيار أيو أوكي طيب خلينا نشوف الفيلم ونرجع مرة تاني نكمل كلامنا مع رح عندما خلق الله الكون وقرع نزول آدم وحواء إلى الأرض أنزل حينها جميع الصفات الإنسانية وكانت كل صفة طيبة لها نقيدها ولكن الجدل دائما دار حول لماذا خلقت الصفات السيئة ووقتها كان من أكثر الصفات تعارقا في الحياة الخير والشر فمنذ بداية الكون تعرفنا عليهم عندما قتل قابيل أخوه هابيل ومن ذلك الحين كان الخير دائما يحاول التغلب على الشر والابتعاد عنه ايه اللي جابك يا شر ورايك؟ إن أنا من ساعة ما بدأ الخلق وأنا معايا بس أنا مش عايزك معايا إزاي؟ إزي جاينا بديها لسنة الحياة الخير والشر السنة تعيط كفية بقى بسبيل أنا بقى أنا تحت أمر ربا لأ رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعينا رحمة في الستوديو مخرجة فيلم مصالحة مصالحة ما بين الخير والشر لو رحمة ما جيت تفكري في الفكرة وجاتلك الفكرة استندتي لإيه يا قولتي أنا عايزة الكتب اللي قرتيها التناول نفسه اللي أنا بسيت له الأول فعلا لأن أنا أقرف حاجات كتير قوي يعني أنا بقى مينة أنا دخلت على النت كلها تصفحات عن كل حاجة كتبت عن الخير والشر من الأزلية لحد دلوقتي في دلت أقرأ بقى في كل دوت وشوف عشان ما ينفعش أعمل حاجة وأنا مش فهمها طبعاً أكيد لازم أبقى أعرف ده بدايته منين وينهايته فين ويتم إزاي بعد كده ابتديت أكتب خلاص أنا فهمت ابتديت أكتب بأسلوب أنا وبطريقتي أشوف أنا حاسة إيه وأكتبه في الموضوع دوت فكتبته الحمد لله طب خلينا برضو نواضح مرة تانية لأستاذ المشاهدين رسالة اللي أنت عايزة توصليها من خلال الفيلم الرسالة اللي أنا عايزة توصليها من خلال الفيلم إن الخير والشر حاجة أوه موجودة بس إحنا للأسف يعني بقى إينا بنستخدم الشر أكتر من الخير قوي لدرجة إن إحنا إيه في الأمثال اللي بتدت تطلع يا ده لسه فيه خير إينا مش عارف إيه يعني خلاص الناس نسيت حاجة اسمها خير أساساً ببقيتشي حطة في دماغة إن لأ ده فيه خير جماعة جداً وموجود والحمد لله بس إحنا اللي مش بنستخدمه وفي نفس الوقت الشر ده مش مجرد صفة قريهة الناس بتبصيلها إن هو حاجة وحشة قوي وهو مش العف فيه لأ العف في نحنا يعني أنا ده برضو حبيت أوصله من خلال الفيلم دي مجرد صفة أنت اللي بتستخدمها عشان كده أنت اللي بتخليها وحشة مش أي حاجة تانية ربنا خلالها زي بقيت الحاجات بالزبط فأنت أنت كبني آدم أنت واستخدامك سواء عايزت تستخدم صفة الشر أو تكون إنسان بتعمل خير سوي وخويس فيه ظهر تصبار مثلاً اللي بيمسكها بيتشوك بيها مع إن شكلها حل وقوي طب ما هي دي برضو مخلوقات من مخلوقات ربنا بس الفرق في إيه إن انت ممكن تحطها تزينها أو تمسكها مثلاً من مكان معين وتيجي مثلاً تخبصها في حد عشان قصد إن انت تضايقوا بها فهو الفرق في الاستخدام مش أكتر مليه إيه الصعبات بقى لوجهتك كونت بتنفذ الفيلم ولا كله تم بسلام الحمد لله لا والله يعني جايز يمكن فيه صعبات شوية قابلتني بس الناس اللي معايا هي اللي خلت الموضوع يبقى بسيط شوية يعني أنا أحب بس أشكر كل اللي اشتغل معايا في الفيلم في كل حاجة سكان مدير التصوير محمد ريدا اللي عملوا المنتاج أيمن إبراهيم ومحمود سيوم عمل الشغل بقى الجرافيك بتاع الفيلم والغدع السلمائية الناس اللي مسلت معايا حتى محمد بسويح مصطفى الجزار رحمد بسماعيل كل دول بقى منا ويفوا جنبي وقفة خلوني أقدر أطلعوا لولاهم ما كانش الفيلم طلع يعني طوان أكيد طب خلينا كمان الفيلم أخد بالضبط وقتها دي منك كتابة في تصوير كل ده تقريبا بتعشهر ونص بتعشهر ونص أهو ثلاث دقائق في شهر ونص طب موضوعك اللي جاي هيكون عن إيه موضوع اللي جاي مش هيبقى فيلم قصير هو بص هي حاجة هتبقى فيلم رعب بس طبعا مش اقول حاجة عن خالص يعني خليها مفاجأة بقى بس هو بالضبط حاجة هتبقى رعب فيلم رعب أوكي انت اللي هتكتبيه وهتخرجيه أنا بكتب فيه حاليا أوكي انت كنت مثلت في أعمال سينمائية أو أعمال تلفزيونية قبل كده يا رحمة أنا مثلت في أفلام قصيرة برضو قبل كده كان فيلم اسمو انتحر الحب وفيلم اسمو ظلم قانون ده الأعمال اللي يعتبر فيديو اللي عملتها غير كده بقى كنت بمثل في مصرحيات طبعا طبعا الجامعة قبل كده كانت البداية خالص بقى لو هو أي حد بيحب أسيسا يتعلم التمثيل ويشتغل فيه بيوجه طريقه أول حاجة للمسرح طبعا بعد كده بيتفرعوا منه بقى سينما فيديو حسب ما هو عايز طبعا أنت كمان عارفون أنت بتدرسي مزيكة أو درسي مزيكة أنا بدرس حاليا مزيكة مع دكتور رحمة الحجازي دوت يعني بحاول أعمل فيها حاجة لأن أنا أصلا بغني صور أب أنا كنت حاسة كنت أقولك أنت بتغني وأنا بتعزي فيها لا 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 بغني طب حاجة بظريف جدا بس أمن المسر اللي يكون عنده أدوات كتيرة جدا نقدر استعملها في التمثيل فنان شامل بقى ده شيء مهم لأن الفنان لازم يكون بيعرف يعمل كل حاجة يعني دائما ما نشوف الفنانين بتعبارة زاد فيلم ده أورتس مثلا أخد جاوز أوسكارز مع راشا كنتم تابع الأوسكارز ولا أ أيو أيو الفيلم صامت والفكرة نفسها أن فيه ناس بتمثل وبتغني وبترقص كل حاجة لازم يكون بيعمل كل حاجة صح أنا كل حاجة على فكرة يعني حتى الحاجات اللي مش موجودة فيها أنا بحاول أتعلمها حاليا بتعملها بالزبط يعني أنا حتى مثلا في المونتاج دي حاجة مش لاي علاقة بيها تماما لأ بس هيخد فيها قرصات اللي يوم الجاية وهتعلمها فكل حاجة ليها علاقة بالفن أنا نفسي فعلا أفهمها قوي طبعا لو لي هتشاركي في أي مهرجان إن شاء الله في مهرجان اسمه موسكارز وفي مهرجان كام إن شاء الله الفيلم يدخل فيهم حاليا في مهرجان التانية بقى لسه مابتداش التقديم فيها ده هبقى أدخل فيهم لما يبدد طب يا رحمة احنا سعادات جدا ننسي موجودة معانا النهار ده وبتمنى لك التوفيق وإيه تموحاتك لنفسك تحقيقية ومشروعاتك اللي جاية إن شاء الله أنا بأمانة نفسي تموحاتي في الفن إن أنا أعمل فيه حاجة يعني إيه اللي هو تبقى رسالة للمجتمع وفي نفس الوقت يعني بصمة وعليمة زي الناس اللي هم مثلا إيه فيه سعاد حسني فيه هند رسوم الناس دي لحد دلوقتي محدش نسيهم طبعا وموجودين عايشين معانا فأنا عايزة أبقى كده عايزة أعمل حاجة محدش ينساها على مرة الوصول حتى لو أنا بيتها ومش موجودة بس فهي تبقى موجودة لا إن شاء الله ربنا وفائك بإذن الله وتعمل اللي إنتي عايزاه وبنشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة ومثل ما نالك التوفيق وفيلم فعلا فكرته حلوة جدا هو فعلا زي ما أنت قلت الصراع مستمر ما بين الخير والشر وفي الآخر الموضوع على البنقاتة من نفسه يعني زي ما أنت قلت الصفاتين ربنا خلقهم بس إحنا بنستخدم أني صفة فيها صح؟ ده اللي إنتي عايزت بيه؟ هوا ده اللي لو وصلت لا أنا وستوصل لناس يعني الفيلم برضو الفكرة منه أنه ممكن مثلا ناخد عشر يفرجوا عليه واحد مثلا يعمل باللي فيه فياريت يعني أتمنى ذلك إن شاء الله بشيء متشكرك أنا مشكورة جدا يا رحمة وبنسيبكم بننتقل الفصل ونكمل معاكم بأي فكارات نهارك سعيد